يدخل العراق مرحلة تحول اقتصادي كبير لا تعرف تبعاته على السوق أو التاجري أو المواطن البسيط الكلمة الأساس في الإجراءات المتسارعة من قبل الحكومة هي الإصلاح الاقتصادي سبقتها عاصفة العملة وبما فعله الدولار بالدينار 15 عاما يؤكد مختصون أنها مجموعة تراكم التي تركت فيه المنظومة الاقتصادية دون رقابة أو فرض لغة القانون على مصارف ومنافذ تحويل وتمويل التجارة وغيرها أي وفق خبراء فإنه من الصعب أن تواجه نظاما ماليا تجذر في عمليات البيع والشراء بيوم وليلة وهو ما يثير تداعيات صعبة وعنها تطمئن الحكومة وعلى لسان رئيس وزرائها أنها تداعيات لم تستمر طويلا فيما يرى خبراء أنها ستحدث فوضى متصاعدة في عالم السوق الموازية وجدار الصد المنيع من قبل السوق السوداء التي تحركها مافيات المال والتهريب في هذا السياق فإن محللين نتحدث عن معلومات تشير لأن البنك الفيدرالي الأمريكي منح العراق مهلة ثلاثة أشهر فقط على أن يلتزم بالمراقبة وخلال هذه المدة تتم ملاحظة مدى التزام العراق بالمعايير الدولية والابتعاد عن غسل الأموال والتحويلات غير الرسمية ما يتيح تساؤلات جم حول ما هي الطرق التي يمكن للعراق أن يتعامل بها في ملفه الاقتصادي دون أن يتأثر بشكل سيء أكثر مما مضى سيمان نظامه الاقتصادي مبني على كثير من المخالفات القانونية للإدارة المالية بالنفوذ والفساد وغسيل الأموال فيما عدا ذلك فإن مواجهة تهريب الأموال ستضع الحكومة وفق ما يؤكده الخبراء في تحدي صعب لا بد له أن ينعكس على موازنة الدولة سواء الحالية أو المقبلة يؤكد هذا الأمر مراقبون من حيث اللجوء إلى خيارات صعبة مثل تعيين موظفين في القطاع الحكومي دون تفعيل أدوات القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل المفاوضات العراقية في واشنطن التي وصفتها الحكومة بالإيجابية تحمل معها الكثير في قادم الأيام من حيث إعادة الحسابات المتعلقة بتمتين قوة الدينار وتنويع مصادر الدخل وتعميق الإصلاح الاقتصادي ليشمل الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري والتنمية في شتى أنواعها وإلا فلن يكون الإصلاح في مراقبة سعر الصرف حلا جذريا دون إغلاق ثغرات النزيف الاقتصادي الذي يستمر منذ أكثر من عشرين عاما ترجمة نانسي قنقر